وصلت الابعثة لمكلفة في شرح مفهوم إصلاح المؤسسات والتي على رأسها المستشرة جبير يونس إلى مدينة مصر حضرة إقليم بحر الغزالة حيث التقى الوفد مع حاكم الإقليم وتباحث معه حول العديد من المواضع المهمة تفاصيل آدم حنفي فاضل تحديث المؤسسات من أجل تعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية والاستقرار لضمان التقدم الاجتماعي واقتصادي لا رجعة فيه هو الدافع الأساسي لتكوين البعثة المكلفة بآداء رسالة إصلاح المؤسسات البعثة بدأت خطاها بمدينة مصر حضرة إقليم بحر الغزال موضح رسالتها لكل من مسائل الإقليم الإداريين منهم والشيوخ التقليديين رئيس البعثة مستشار جبير يونس قد التغى مع حاكم إقليم بحر الغزال طاهر بركاين وآفاده بهدف هذه البعثة التي تسعى إلى مشارقة كافة القوى الحية بشتى إقليم بحر الغزال في عملية إصلاح المؤسسات وذلك من أجل تعزيز الديمقراطية بواسطة تضلعات ومساهمة أبناء الإقليم رئيس البعثة قد شكر حاكم إقليم بحر الغزال متمنيا نجاح الخطط الاستراتيجية التي رسمها الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو حول إصلاح المؤسسات وخلق النظام اللامركزي وكيفية انتماج بعض السلطات ومراعاة حقوق المرأة والطفل وليس هذا في حزب بل مراجعة كل من نظام الانتخابات والدستور حاكم إقليم بحر الغزال طاهر بركاي قد رحب بوفد البعثة الذي يترأسه جيبير يونيس ودعا من جميع الحضور والمعنيين المشاركة في هذه الجلسة التي تهدفه إلى إصلاح المؤسسات والتنمية المستدامة هذا وقد شكلت لجنة تمارس نشاطاتها التوعوية بمشاركة كل من الإداريين والسياسيين وأصحاب المجتمع المدني بإقليم بحر الغزال يترأسهم عيسى عبد الرحمن عمدة مدينة مصرو وهي لجنة فنية في حد ذاتها تعمل من أجل الحصول إلى ما يصهم في دفع عجلة التنمية بإقليم بحر الغزال تماشيا مع الاستراتيجية الجديدة لإصلاح المؤسسات وتفاديا للتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ترجمة نانسي قنقر